السلام عليكم انا علي معتاز الشرش وان شاء الله في الفيديو ده هنعرف كل برامج الجرافيكس ونقدر نختار البرامج اللي احنا محتاجينها كمان ايا كان المجال بتاعنا كنا اتكلمنا في فيديو ابليكي ده على هو ايه السوفتوير ابليكيشن في الفيديو ده هنستعرض كل السوفتوير ابليكيشن بتاعت الجرافيك ديزاين ان شاء الله قبل ما نبدأ محتاجين نعرف ان فيه برامج جنرال بيربس وفيه برامج سبيشيال بيربس يعني ايه يعني فيه برامج تقدر تعمل وظائف كتير جدا وفيه برامج تقدر تعمل وظيفة محددة بس ده غير ان البرامج تتطور كل يوم على التاني وكل يوم فيه برنامج جديد سواء كان جنرال او سبيشيال فحاولت اعمل لكم خريطة تشمل كل انواع وكل وظائف في البرامج بتاعت الجرافيكس يلا بنا نبدأ اول حاجة حبيت اقسم برامج جرافيكس لاربع انواع كبار فيديو وثري دي وصور واصوات او اوديو تعال بينا نبدأ بالاوديو عندنا برامج كتير جدا بس انا جبتلك منهم اتنين ادوبي اوديشن و اوداسيتي اوداسيتي هو برنامج اوبن سورس و ادوبي اوديشن من اسمه هو تبع شركة ادوبي برامج الصوت ممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا ممكن عشان تماستر الصوت بتاعك زي ما انا بعمل في الصوت اللي انا بسجله لكم دلوقتي او تعمل افكتات كتيرة على الاصوات او الاستخدامات كتيرة جدا تانية تعال بقى نروح للصور حبيت اقسم الصور برضو لاتنين كاتيجوريز البيكسل بيزد والفيكتور بيزد نبدأ بالبيكسل بيزد هي البرامج اللي بتتعامل مع البيكسلز بس ده ما يمنعش انه ممكن يكون فيها اكتر بديتعامل مع فيكتورز تعال بقى نقسم البرامج دي لتلاتة كاتيجوريز تانيين كومبوزوتينج و اديتينج و دروينج برامج الكمبوزوتينج ديت غالبا هي general purpose اوي و ممكن تستخدم برضو في اليدتينج و ممكن برضو تستخدم في الدروينج بالنسبة لبرامج الكمبوزوتينج عدنا برنامج ادوبي فوتشوب طبع شركة ادوبي و عدنا برنامج افينتي فوتو طبع شركة افينتي و و عدنا برنامج جيمب هو اوبن سورس بالنسبة بقى ل PC و الريتاتشينج ممكن نعمله ببرامج زي ادوبي لايترووم و ده طبع شركة ادوبي أو رو سيرابي أو دوت برنامج open source أو ممكن تعمله بأي برنامج من التلاتة بتاع الكمبوزتينج أما بالنسبة للدروينج والبينتينج فممكن تعمله برامج كتير زي حتى برنامج البينت بتاع مايكروسوفت أو برنامج كريتا أو حتى ممكن تعمله بأي برنامج من التلاتة بتاع الكمبوزتينج نرجع بقى للفكتور بيزد هي البرامج اللي بتتعامل مع الفكتور بشكل أساسي وما يمنعش انه ممكن تتعامل مع البيكسلز بشكل محدود تعالوا نقسمهم هم كمان لتلاتة كاتيجوريز نقسمهم لـ User Interface و User Experience ولبرامج البابلشنج واللياوت وبرامج الإلستريشن أو الـ Vector Graphics Editors بشكل عام نبدأ بالـ UI والـ UX ممكن تعمله ببرنامج Adobe XD اللي هو تبع شركة Adobe أو ببرنامج Sketch بالنسبة للبابلشنج واللياوت ممكن تعمله ببرنامج Adobe InDesign تبع شركة Adobe أو Scribus وهو Open Source أو Microsoft Office Publisher أو Affinity Publisher وعن طريقهم بقى تقدر تعمل Layout لجرايد أو كتب أو PDF أو Flyers أو غيرهم كتير بالنسبة بقى لبرامج الإلستريشن أو برامج اللي بتتعامل مع Vector's بشكل قوي وكبير جدا عندك برنامج Adobe Illustrator اللي أنا أعمل بيه أصلاً اللوجو بتاع البرامج اللي شفته في الفيديو دوت وده برنامج تبع شركة Adobe وفيه برضو Ink Space ودوت برنامج Open Source وطبعاً فيه برنامج Affinity Designer كده خلصنا الأوديو وخلصنا الصور نتجه بقى للـ 3D زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده إن 3D بيخش في مجالات كتير جداً وإن أغلب برامج 3D بتبعى مشتركة في نفس المبادئ بحيث لو تعلمت برنامج 3D بيبس أهل تنقل لبرنامج تاني وكنا تكلمنا على مبادئ 3D في فيديوهات تانية دي مجموعة من برامج 3D اللي تقدر تعمل اللي انت عايزه بأي واحد منهم بس طبعاً كل برنامج منهم بمميز أكتر في حاجة معينة وليه تخصص أكتر في حاجة معينة نبدأ بمايا و 3DS Max 3DS Max بيستخدم أكتر للمودلينج والعمارة والانتيريور ديزاين على عكس إن مايا أكتر بيستخدم في التحريك ذات نفسه وحالياً مايا من البرامج اللي بتستخدم في ديزني طبعاً برنامج مايا بتاع ديزني غير برنامج مايا اللي انت هتشتريه هم مزودين على بلاجنز كتير جداً ومطورين فيه غير إنهم أصلاً بيعملوا softwares الخاصة بيهم كمان أما بالنسبة لبرنامج Blender هو open source و free وهو برنامج general purpose أو يتقدر تعمل عليه شغل 3D يلي انت ممكن تعملي عليه فيديو منتاج أو تعمل عليه مؤخراً 2D animation ده غير الcompositing وغير حاجات تانية كتير وفيه كمان برنامج cinema 4D في رأيي هو من أسهل برامج 3D اللي ممكن تبدأ تتعلم فيها ده غير إنه بيستعمل كتير في 3D motion graphics ننقل بقى للفيديو برامج الفيديو تعال نقسمها لثلاثة كاتيجوريز المونتاج وفيديو ادوتينج وكاتيجوري الcompositing والموشن جرافيكس وكاتيجوري الانيميشن تعال نبدأ بالمنتاج فيه برامج كتير جداً ممكن تعمل بها منتاج زي مثلاً برنامج Adobe Premiere Pro وده البرنامج اللي أنا في أغلب الوقت بعمل عليه منتاج غير برضو برنامج DaVinci Result هو أقوى تقريباً برنامج في color correction والcolor grading ده غير ان المؤخراً كمان بقى تقدر تعمل عليه Compositing وبرنامج DaVinci هو من شركة Blackmagic وفيه برضو برنامج Final Cut Pro بس ده بقى أجهزة الماك بس وفيه برضو برنامج Adobe Premiere Rush وده برنامج بسيط جداً لو عايز تعمل edit بسيط ومش عايز تتخش في مجال المونتاج او لو عايز تعمل edit على بايلك بسهولة بالنسبة بقى لبرامج الcompositing والmotion graphics عندنا برامج كتير منهم مثلاً برنامج مشهور جداً Adobe After Effects تقدر تعمل Compositing على برنامج After Effects بس طبعاً لو انت داخل في مجال Visual Effects فده مش أفضل برنامج لك لكن بالنسبة الموشن جرافيكس هو البرنامج الأفضل بلا منازع وفيه برضو برنامج Blackmagic Fusion هو برنامج Compositing من شركة Blackmagic وفيه برضو برنامج Nuke Nuke من أقوى وأفضل برامج الcompositing وبيستعمل في شركات Visual Effects كتيراً وفيه برضو برنامج Natron هو برنامج Open Source و Free بس طبعاً مش أفضل برنامج بالنسبة بقى للانيميشن الانيميشن بحر إبداع واسع كبير قوي وبالتالي برامجه كتير جداً ومتنوعة قوي تعالى نستعرض كان برنامج منهم نبدأ بـ Adobe Animate هو من شركة Adobe وهو اللي كان زمان اسمه Flash لو كنت سمعت عنه وهو برنامج قوي جداً وتقدر تعمل بيه حاجات كتير قوي وتقدر تعمل عليه traditional animation وتقدر ترسم عليه وتحرك عليه وفيه برنامج تانية تون بوم هارموني وهو برنامج قوي جداً ومشهور قوي وفيه برنامج موهو وهو من أشهر البرامج ومن أفضل البرامج وطبعاً عندنا برامج تانية تيفي بينت وأوبين تونز و سكيتش بوك وبكده نبغطينا أغلب الكاتيجوريز وأغلب أنواع ووظائف برامج جرافيكس وكل برنامج من دول لألترنتيفز أو بدائل وطبعاً فيه أنواع تانية من البرامج هتقابلك لو أنت تدخلت في مجال معين ممكن تكون بتعمل وظيفة مفيش أي برنامج تاني بيعملها أو ممكن تكون بتعمل وظيفة في برنامج تاني بس بتعملها بشكل متقن أكدر زي مثلاً برنامج اسمه Adobe Character Animator من شركة Adobe بيسهلك قوي أنك تقدر تعمل Character Animation وشوية حيات تانية بسيطة وفيه برامج متخصصة أنها تعمل Materials و Textures للـ 3D Models بتوعك وتقريباً مفيش بديل للبرامج دي زي Substance Designer و Substance Painter وطبعاً فيه برنامج Adobe Media Encoder اللي متخصص بس أنه يعمل ريندر للفيديوهات بتاعتك اللي انت عملتها ببرامج Adobe زي After Effects أو Premiere Pro وفيه برنامج Fuse من شركة Adobe اللي بيسهلك تعمل 3D Characters عشان تستخدمها في ديزيناتك أو في فيديوهات تانية وفيه طبعاً برامج CAD أو Technical Drawing أو Drafting وهي البرامج اللي بتبقى أقرب لشغل العمارة وشغل Interior Design زي برنامج AutoCAD اللي بيعمل تصميمات سواء 2D أو 3D وبرنامج 3D البسيط SketchUp وفيه برامج تانية متخصصة في الترايكينج والروتوسكوبينج اللي بتستخدم كتير في شغل الـ Visual Effects زي برنامج Mocha Pro بس كده دول أغلب أنواع ووظائف برامج Graphics ودول أشهر برامج Graphics أياً بقى كان مجالك أو أياً كان هدفك عن طريق أن انت عارف انت عايز تعمل إيه تقدر تشارش وتجيبي البرنامج اللي انت محتاجه أو تقدر تيختاره على طول من الخريطة اللي احنا عاملينها دي بالنسبة بقى لمجالات Graphics كنا اتكلمنا على مجالات Graphics قبل كده أغلب مجالات Graphics بتحتاج فيها أكتر من برنامج واحد والبرنامج الواحد بيستخدم في أكتر من مجال حاولت أبين لكم أكتر تداخل المجالات وتداخل البرامج مع بعض عن طريق الرسمة اللي هو راهلكم دلوقتي هنشوف كل مجال من المجالات والبرامج اللي ممكن يحتاجها نبدأ بالMotion Graphics تحتاج تنوع كثير من البرامج زي مثلا برامج للصوت برامج للرسم برامج تحرك وتعمل عليها Compositing برامج 3D لو عايز تعمل 3D Motion Graphics برامج للإدت عشان تمنتج الفيديو بتاعك في الآخر وغيرهم طب مجال زي Visual Effects تحتاج أيضا برامج كثير برامج Audio وبرامج 3D وبرامج 3D وبرامج المنتج وغيرهم وفي 2D Animation تحتاج أكثر من برنامج برامج لترسم وبرامج لتحرك وفي مجال 3D Animation تحتاج أيضا برامج للصوت وبرامج للكمبوسط وطبعا برامج 3D وفي Branding تحتاج برامج تتعامل مع Vectors وأحيانا ممكن تحتاج برامج مثل Photoshop أو برامج تتعامل مع Pixels وفي Graphic Design تحتاج برامج كثير 3D تستخدمها في ديزاين ما وطبعا في مجال العمارة ممكن تحتاج برامج زي CAD أو SketchUp أو 3D Max لو عايز تعمل شغل 3D Aqua أو أي برنامج 3D بشكل عام وفي مجال الجيمينج طبعا فيه تنوع كبير جدا ممكن تعمل علعاب 3D فتحتاج منها برامج 3D ممكن تحتاج برامج Vector تعمل عليها الرسومات ممكن تحتاج لعبها Pixel Art فتحتاج برامج Pixel ممكن تحتاج برامج Animation تعمل عليها Animation بسيط وطبعا لسه فيه مجالات تانية كثيرة لو انت في مجال معين وعايز تعرف تستخدم برامج إيه ممكن تستنتجها لوحدك وتعرفها من الخريطة ديت أو ممكن تفتح موقع بهانس وتخش على الشغل أو البروجيكتات بتاعت المجال بتاعك وتنزل تحت خالص وتشوف الراجل دوا تستخدم برامج إيه أو ممكن تخش على فيسبوك وتخش الجروبات بتاعت المجال ده وتفضل تعرف الناس بتستخدم إيه أول باول واسأل كتير أو ممكن تخش على موقع ريديت وتشوف الساب ريديت المتعلقة بالمجال بتاعك لو موجودة وتسأل عليها لو ما كانتش حد سألة بل كده وممكن برضه تعمل سيرش على جوجل ويوتيوب بس كده والحمد لله دي خريطة البرامج اللي كنت عملها مع تداخل بعض مجالات الجرافيكس مع بعض وكده الحمد لله خلصنا مرحلة البرامج لو مش عارف يعني إيه مرحلة البرامج فالفيديو ده كان من ضمن مشروع كبير اسمه رحلة الى مرجز الجرافيكس المشروع هدفه انه يظهر الصورة الكبيرة المجالي الجرافيكس أو الخريطة بتاعت المجالي الجرافيكس ويشيل الضبابية بالنسبة للناس ويحطها على أول الطريق إن شاء الله انها تعتمد على نفسها وتكمل لوحدها بإذن الله إن شاء الله المشروع دوت ينفع أي حد حتى لو ما كانش فتح كمبيوتر أبل كده المشروع ده متكون من ثلاث مراحل أساسية المرحلة الأولى هي تفنيت بعض المصالحات التقنية اللي مهم ان انت تعرفها عشان هتساعدك تعرف تبحث بعد كده أو عشان تفهمني في المرحلتين اللي جايين والمرحلة الأولى دي تعملت في بلاي لست متكونة من ثلاثين فيديو اسمها هو ايه هتلاقيها على القناة دي إن شاء الله المرحلة التانية وهي المجالات هنا منسرد مجموعة كبيرة من مجالات الكمبيوتر جرافيكس بشكل قصة مسلية وجميلة عشان تسهلك اكتر اختيار المجال اللي انت عايز تكمل فيه وتوعيك برضو بوجود المجالات التانية زائد مجموعة من النصايح اللي مبنية في القصة بشكل جميل اللي تساعدك ان شاء الله تقدر تكمل بنفسك وتأهلك اكتر للمرحلة الأخيرة والمرحلة التانية دي معمولة في بلاي لستعال قناة دي برضو ان شاء الله متكونة من خمس فيديوهات اسمها المجالات وساحر مدينة اوز وان شاء الله المرحلة التالتة والأخيرة هي البرامج هدفها انها تساعدك تعرف تختار البرامج بنفسك اللي انت عايزها وبرضو تقابع واعي اكتر بشكل ووظائف البرامج الموجودة في مجال الجرافيكس والمرحلة التالتة دي هي الفيديو اللي انت لسه شايفه دوت وكده تم بحمد الله مشروع رحلة الى مركز الجرافيكس وكل ربي يزدني علماه لو تعرف اي حد مهتم بمجال الجرافيكس عرفه بوجود المشروع دوت ويبعثه له ولداله على الخير كفاعله انا علي معتز شرش ودي كانت كل برامج الجرافيكس ودي كانت نهاية مشروع رحلة الى مركز الجرافيكس شكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة